أصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت مع فلسطينيين في مخيم عسكر القديم شرقية مدينة نابلس وتأتي هذه المواجهات بعد اقتحام قوات الاحتلال المخيمة ومحاصرتها لأحد المنازل وعلى صعيد متصل شهدت جنين اشتباكات بين أهالي المدينة وقوات الاحتلال كما اقتحمت تلك القوات مناطق مختلفة في الضفة الغربية واعتقلت 14 مواطنا فلسطينيا بتهمة المشاركة في أعمال المقاومة شيع الفلسطينيون في مخيم قلنديا شمال غرب القدس المحتلة جثماني الشهدين الشقيقين مهند ومحمد مطير الذين ارتقيا في جريمة دعص متعمدة نفذها مستوطن بحسب شهادة أشقائهما الثلاثة القصة اليوم لخمسة أشقاء أصدقاء استغلوا يوم عطلتهم وقرروا زيارة نابلس في طريق العودة إلى رمالة قتل مستوطن حاقد اثنين منهم ارتقى مهند ومحمد في جريمة دهس متعمدة بالقرب من حاجز زعترى جنوب نابلس وهنا ثلاثة أشقاء نجوا من الجريمة بأعجوبة يبكون فوق جثمانيهما احنا كنا راحين نغير جو في نابلس يعني كأخوة معطين يوم سبت كان عنا عطلة وانا نشمل هوا راحنا كنا مبسطنا وروحنا وانا مروحين بنشر معنا عجل السيارة فلن بنشر معنا عجل السيارة ووقفنا على جنب الطريق لهو في الشارع ولهو في الخط الصفر هو الخط الصفر والشارع وسيع تقريبا 15 متر الشارع زعتر بعد الحاجز فاحنا ووقفنا هنا غيرنا العجل كل اجتمام وقلصنا كانت ساعة تقريبا 6 خلص بنحط في الغراض أخوتي كانين برجعوا بالعجل السبير لطلناه من العجل مهند ومحمد كانوا يحطوا بالعجل فأجر المصوتين بتوقع انه كان شايفنا احنا بخمسة كان لك سيدة كان لك برجع بضربهم ضربة حامية يعني ضربة جامدة تيجي مرتبها يعني فلما رجعت السيارة جايا صاروخ يعني بجز متين طائرة ولا لا أعلم كديش طائرة لأن طائرة السيارة تقريبا 20 متر السيارة نحن كدامنا كانوا كدامها 20 متر طارت السيارة محمد تقريبا طارت فوق الى 15 متر سلطات الاحتلال ترفض الاعتراف بجريمة المستوطن بل تحاول حمايته تماما كما فعلت مع جرائم المستوطنين السابقة بحق الفلسطينيين هذه الجرائم التي تحظى اليوم بدعم من وزير الأمن القومي المقبل في حكومة نيتنياهو المنتظرة خلال أيام ايتمار بنكفير حقوقة ما حصل بالأمس هو جريمة نقراء جريمة بشعة ارتكبها قوات الاحتلال وارتكبها مستوطن حاقد ضد أبناء شعبنا الأعزل بعد تشكيل حكومة الإرهاب الحكومة الإرهابية التي يترأسها الآن من غفير فنحن نستعد إلى الكثير من الشلالات الدم التي ستقى بحق هذا الشعب الأعزل التي يجد للأسف الهجمة الاستطانية وهجمة المستوطنين الذين يتلقون الحماية الكاملة من قوات الاحتلال جريمة اعدام متعمدة توضح كيف يتبادل جنود الاحتلال الأدوار مع المستوطنين قبل شهر أعدم جندي أشقيقين جواد وظاف الرماوي أما الليلة الماضية فقتل مستوطن أشقيقين مهند ومحمد مطير رغم الدلائل الميدانية الواضحة ورغم شهادة الأشقاء الثلاثة بأن المستوطن تعمد دهس الشهدين محمد ومهند ورغم حالة الغضب الشعبي والرسمي الفلسطيني يواصل الاحتلال رفضه الاعتراف بجريمة مستوطنين ويتعامل مع الأمر على أنه حادث سير اعتيادي من مخيم قلنديا شمال غرب القدس المحتلة حافظ أبو صدراء رؤية أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأسيرة المقدسية المحامي صلاح الحموري إلى فرنسا التي يحمل جنسيتها بعد أن سحبت هويته وحرمته من إقامته زاعمة انتهاكه لقانون عنصري تحت اسم خرق الولاء للاحتلال إبعاد بمقتضى تشريع احتلالي جديد يكمل سلسلة قوانين وسياسات عنصرية يوظفها الكيان المحتل منذ احتلاله القدس قبل خمسة وخمسين عاما من أجل تقليص الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة دون سماحي لعائلته بوداعه أبعدت حكومة الاحتلال أسير صلاح الحموري إلى فرنسا صباح الأحد بعد اعتقال إداري دامت ساعة أشهر دون محاكمة أو تهمة رسمية في العام 2021 صادق المستشار القضائي التابع لحكومة الاحتلال على قرار سحب هوية الحموري المقدسية تحت ذريعة ما أسماه خرق الولاء لدولة الاحتلال وهو قانون عنصري أقره الكنيسة عام 2018 ومنذ ذلك الحين خاض صلاح معركة قانونية تعرض خلالها للملاحقة والمراقبة فيما جرى ترحيل زوجته الفرنسية وطفليه قبل طرده من مدينته التي ولد وتربى وعاش فيها أكثر من 37 عاما صلاح الحموري لحد آخر لحظاته في السجن قبل ترحيله الاحتلال مارس معه أبشع أنواع الانتهاكات حسب وصفه من الساعة 11.30 المساء مبارح للساعة 6.30 اليوم وهو موجود داخل سيارة عسكرية جي أم سي محتجز فيها في انتظار الطائرة ومكبل ما توقفت انتهاكات الاحتلال بحق صلاح عند هذه النقطة استمرت حتى أثناء عملية نقله في الطيارة في الطيارة كان مكلبش كان ممنوع يتحرك حواليه ثلاث رجال أمن موجودين بمقتدى ما يعرف بقانون الولاء لإسرائيل يستطيع وزير الداخلية تابع الكيان الاحتلال سحب إقامة المقدسيين متى ما أراد متذرعا بالقانون وفق معايير عنصرية قانونا يهدف في نظر المتابعين إلى تغيير التوازن الديمغرافي في العاصمة المحتلة عبر إبعاد المقدسيين قصرا عن المدينة بالتالي هي محاولة للتطهير العرقي للقدس وهذه ليست أول حالة سحب الهويات والإخراج من القدس والطرد من القدس ويكفي أن نذكر أن هناك ما يزيل على المائة ألف مقدسي يعيشون الآن في كفر عقب خارج أسوار المدينة أو خارج الجدار الفاصل للمدينة وهذا هو ضمن السياسة التي يتبعها وينتهج الاحتلال على مدى السنوات السابقة من أجل تطهير العرقي في مدينة الكدس وتغيير الديمغرافية في الكدس سلسلة من القوانين والسياسات العنصرية أقرها ووظفها الاحتلال منذ عام 67 وحتى اليوم في سبيل تفريغ المدينة المقدسة من أبنائها الأصليين التمكن خلال 55 عاما من طرد 15 ألف مقدسي فيما يهدد ما يعرف بقانون مركز الحياة 120 ألف مقدسي بالطرد بسبب إقامتهم خارج حدود العاصمة المحتلة من مدينة القدس آية الخطيب رؤيا دعا زعيم أكبر ائتلاف معارض في تونس الرئيس قيس سعيد إلى الاستقالة هذا وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد الشابي إن هذه الانتخابات التشريعية تظهر أن قلة من التونسيين تؤيد نهج قيس سعيد هكذا الشابي أن الانتخابات التي تهدف إلى تجديد البلمان شهدت إخفاقا كبيرا بعد تجاوز نسبة الامتناع عن التصويت بنسبة 92% بعد يومين من اجتماع رئيس الروسي فلاديمير بوتين بقادة العمليات الروسية في أوكرانيا تفقد وزير الدفاع سيرجي شويغو القوات الروسية المنتشرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا بيان للجيش الروسي ذكر أن شويغو تسلم تقارير عن الوضع الراهن على الأرض وتحركات القوات الروسية وفي مواجهة سلسلة من النكسات العسكرية هذا الخريف توجهت روسيا إلى تكتيك الضربات المكثفة التي تستهدف منذ تشرين الأول الماضي الشبكات والمحولات الكهربائية في أوكرانيا على رغم من غياب مجالس التصوف الديني ما زال مسجد وتكية المولوي في منطقة الحجاز بدمشق محافظا على طقوس الطريقة المولوية المنسوبة لجلال الدين الرومية فيشهد يوما محددا من الشهر مجلسا لهذه الطقوس بحضور سادة الطريقة في دمشق على أنغام الابتهالات والأناشيد الدينية يقوم المولويون بما يشددون على تسميته الفتلة هنا في تكية ومسجد المولوي في دمشق تورث عائلة المولوي طريقتها للأبناء والأحفاد بعد أن ورثتها عن الأجداد نحن مشايخ طريقة المولوية من 1881 وهذا المسجد تأسس طبعا باسم الطريقة المولوية باسم التكية المولوية والحمد لله منحمد الله منشكره لأننا قائمين بالطريقة هذه طريقة هي طريقة دينية بحضة صوفية وليست هي ما لا علاقة لا بالمطاعم ولا بالأهاوي ولا نحن بس من المساجد والحمد لله الله هيك يكرمنا بحب الله منشتغل لحب الله تقام هذه الفعالية يوم الثلاثاء الأول من كل شهر ويتم خلالها تقديم المولويين من مختلف الأعمار للدوران وسط المجلس بعد أن يتم تدريبهم وتجهيزهم لأداء هذا الدور وما يسمونه اتصالا روحيا مع الله أنا كل يوم مدربون ففي منه الحمد لله يعني يكون سريع بفهم علي في منه بيقعد عندي ثلاثة شهر لا يفهم علي في منه شهرين كل واحد على والبال طويل والحمد لله عندي أنا مولوية من أربع سنين هي طريقة روحية وليس فن يعني هي بتتجسد أنك أنت وقت بتبلش بالدوران عملية الدوران هي عبارة عن عملية تخلي الروح عن الجسد خروج الروح وطوفانه في ملكوت الله عز وجل يعني هون بتحس بالشعور يلي أنت بتصله اللي هو بيقول لك الاتصال مع الله عز وجل الاتصال مع الله عز وجل بيقوله كتير بس أنه شو هو لنعرف شو هو هو سببه أنه بتطلع الروح وبدتعمل يعني فيك تقول جولة بملكوت الله عز وجل ممكن تلاقي حالك بغير عالم ممكن تشوف أفلاك ممكن تشوف كتير شغلات أنت بحالة الدوران يتميز المولويون أيضا بلباسهم الأبيض الفضفاض بشكل يشبه النواقيس ويشبه نابتعاد الجزء الخارجي عنهم أثناء الدوران بتحرر الروح وصفاء الذهن محمد طوالب رؤية دمشق